كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود في قصر السلام بجدة اليوم الأمراء وأصحاب الفضيل المشايخ وجموعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين حضر الاستقبال الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة والأمير بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني والأمير سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي والأمير سلطان بن سعود بن عبدالعزيز والأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز والأمير عبدالله بن فهد بن محمد والأمير تركي العبدالله الفيصل والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطان بن عبدالعزيز مستشار وخادم الحرمين الشريفين والأمير ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود والأمير تركي بن عبدالله بن مساعد والأمير سعود بن بدر بن محمد والأمير فيصل بن خالد بن سلطان المستشار بالديوان الملكي والأمير فيصل عبدالله الفيصل والأمير فيصل بن سلطان عبدالله الفيصل والأمير فهد بن سعد بن فهد بن محمد والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق والأمير سعود بن عبد الله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز والأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز والأمير فهد بن نايف بن عبد العزيز والأمير تركي ابن طلال ابن ممدوح